مايك تايسون كان مشهور عنه بعض التصرفات المجنونة في بداية حياته او بمعنى اصحف عز مجده في عالم المصرعة المهم يعني بسبب قوته ان صاحب الضربة الفلزية او الضربة القضية زي ما كانوا بيقولوا عنه كان طلب من حديقة الحوان في نيويورك انه عايز سرع الغوريلا الموجودة هناك وعرض على الحديقة وقتها مبلغ 10.000 دولار في مقابل تنفيذ الطلب الغريب ده ولما مسؤولين الحديقة سألوا عن السبب اللي بناء عليه عايز سرع الغوريلا رد عليهم وقال لهم اصل هي شايفة نفسها قوية وكمان كل يوم بتتنمر على الزوار طبعا المسؤولين استغربوا من الكلام ده ورفضوا الطلب بتاعه نهائي من غير اي نقاش وطبعا هما ما كانوش خايفين على الغوريلا بالعكس هما كانوا خايفين على مايك تايسون ذات نفسه لان العقل البشر بيقول ان الانسان مهما بلغت قوته اكيد يعني مش هيوصل لقوة الحيوانات المفترسة واللي الغوريلا بتعتبر واحدة منهم من باب العلم بالشيء ليكم ان تايسون خسر كل سروته بسبب الرفاهية الزايدة والجنان والحيوانات والنمور اللي كان بيربيها وبكده الفيديو انتهى لو عجبك تغطلوا لايك واشترك في القناة وقل لي رأيك في التعليقات وما تنساش تتابع الفيديوهات القديمة علشان تدعمنا سلام